هذا وقد شهد الجناح المصري على همش قمة المناخ مرسم توقيع ثمانية عقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة تحولت مذكرات تفاهم إلى عقود فعلية تدخل حيث التنفيذ بعد الانتهاء من دراسات الجدوى القانونية والفنية والمالية الخاصة بها والتي تم توافق عليها بين جميع الأطراف على أن تقام هذه المشروعات داخل منطقة العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس